اشتركوا في القناة وزير العدل تشادي ديجامت أرابي من جهته قال إن محكمة جنائية خاصة حكمت بالسجن على 243 متمردا وارهابيا عبر الحدود من ليبيا حكم على 12 منهم بالسجن لمدة 20 عاما و231 أخرين لفترات تتراوح بين 10 إلى 15 عاما وقال الوزير إنه تم إطلاق صراح 24 قاصرا تم احتجازهم وأضف أرابي أن المحكمة الخاصة أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة غيابيا على ما يقرب من عشرة من زعماء المتمردين الإرهابيين الذين يعيشون خارج تشاد بمن فيهم رئيسهم تيمان أرديمي وقال إن المحكمة الخاصة عقدت في كوروتورو وهو سجن يقع في الصحراء في شمال البلاد حيث بدأت الإجراءات في العشرين من أغسطس اشتركوا في القناة